السلام عليكم اهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس Exploring the Raspberry Pi محاضرة النهاردة The Pi Control R محاضرة النهاردة هي عبارة عن تحضير الـ Hardware Interfacing اللي هنعمله في المحاضرات الجاية ان شاء الله لذلك هي تنقسم الى جزئين الجزئ الاولين سنتحدث عن الـ Interface مع تركيز على الـ GPIO Interface وهو الـ Interface اللي هنستخدمه في معظم الـ Hardware Interfacing اللي هنعمله خلال المحاضرات الجاية الجزئ الثاني من المحاضرة سيكون مقدمة عن الـ Hardware Interfacing أو Electronic Circus في الجزئ ده هنتحدث عن مجموعة من المبادئ الاساسية ممكن معظمكم يكون عارفها وبالنسبة للموضيع بسيطة لكن احنا نريد نقف عليها لكي نتكلم على الـ Hardware Interfacing يبقى الحاجات كلنا متفقين عليها ان شاء الله بعد محاضرة النهاردة نبقى جاهزين ان احنا نعمل Hardware Interfacing في المحاضرات الجاية ان شاء الله ارجو نكون محاضرة النهاردة واضحة ومفيدة ولو في اي اسئلة يريد تضعوها على الـ Discussion Loop يبقى تايتل بتاع محاضرة النهاردة The Pi Control R هنبتدي اول حاجة نتكلم على البوردة الـ Raspberry Pi Model B ونشوف الـ Interfaces اللي عليها هنلاقيهم 3 Groups من الـ Interfaces الـ Group الاولانية ويمكن نتكلمنا عليها شوية في محاضرة قبل كده وهي الـ Group of Interfaces اللي وصلة على Connectors مثلا عندي الـ Ethernet Interface الـ USB الـ HDMI الـ Analog Video والـ Analog Audio والـ Interface الـ Micro USB اللي بيوصل على Power Supply واخيرا الـ SDIO Interface او الـ Interface اللي بيوصل عليه الـ SD Card دي كلها مجموعة من الـ Interfaces وصلة على Connectors المجموعة الثانية من الـ Interfaces اللي هي مش وصلة على Connectors انما توقع وصلة على حاجة ما نسميها Headers مثلا الـ GPIO Interface اللي هو عبارة عن 26 سيجنل او 26 مجموعة من الـ هادر ونسميه GPIO وهذا يعتبر اهم انترفيس اللي سنتعامل معه سواء في المحاضرة او في المحاضرات الجاية لانه هو ده اللي بنستخدمه على طول في انترفيس مع الـ Hardware ديفايس وهكذا فده عندي الـ GPIO انترفيس في انترفيس ثاني اللي هو Camera Interface او بنسميه CSI وفي انترفيس ثالث هو Display أو بنسميه DSI فالثلاثة انترفيس يوصلين على Header وليس Connectors المجموعة الثالثة من الانترفيس اللي هي مش وصلة ولا على Connectors ولا على Header وانما هم موجودين اللي عايز يستخدمهم محتاج هو يوصلهم او يلحم فاليهم سواء ويرس لانه هم يستخدمهم بيبقى نادر شوية مش سنجدهم على طبيع مثلا انترفيس وهذا هو جي تاج انترفيس للجي بيو يمكن انترفيس لا نستخدمه خالص وهذا يستخدم أكثر في الهاردوور للبورد فالحد لا نحتاجه لنا وهذا جي تاج انترفيس للشيب المثل لانه الثلاث لانه يستخدم في الهاردوور ويستخدم البورد الى حد لا يستخدم لنا داخل هذا يجب محتاجين اضعه لانه يستخدم محدود لانه يجب انترفيس الثالث من النوعية هنجد ثم 8 pin الموجودين تحت GPIO وهو عبارة عن مجموعة تانية من GPIO مجموعة اضافية لل 26 pin بحيث انك لو لم يكفيك 26 pin دول وعاية GPIO تانية فمحتاج انك تلحم ويرز او تلحم هادر تاني عشان تلحم على 8 pin الانترفيز اللي بعد كده اللي برضو مش كونكتد وهو 2 wires دول ودول مسؤولين عن الريسات للبورد فانت لو عايز تبني ديفايس وعايز يبقى عندك ذرور الريسات للراثبري باي فمحتاج انك انت توصل ال 2 pin دول على سويتش او حاجة وبعد كده لو عملتهم الريسات للبورد فدي مجموعة الثالثة من الانترفيز بالنسبة ليه البي بلاس هنلاقي فيه تشابه كبير وفي بعض الاختلافات طبعا قلنا ان المجموعة الاولى من الانترفيز اللي اوصل على الكوندكتور هي برضو عندي هؤل اثرنات عندي اليو اس بي وان كان عددهم اكبر حالتني هنا اربع يو اس بي هلاقي عندي اله دي ام اي هلاقي عندي الانالوج فيديو اوديو بمدموجين مع بعض ويبقى عندي المايكرو اس بي اللي بيوصل على الانترفيز ويبقى عندي الانترفيز اللي هو بيوصل على الانترفيز وفي حالتنا بيبقى مايكرو اس دي كارد برضو دي المجموعة الاولى المجموعة التانية هي اللي هي وصلة على هيدرز وفي حالتنا هنا برضو جي بي اي او هيدر ونلاحظ جي بي او هيدر اكبر من آآ الوردر البي البي كانت 26 ينطلل اداخل هنا بيبقى 40 ينطلل وبالتالي في عدد اكبر من السجنل اللي طالعوا لي على الهيدر ده وممكن نستخدمها في الانترفيز متاعي وهناض الانترفيز اللي هو بتاع الكاميرا انترفيز والدي اس اي اللي هو بتاع الانترفيز فإن لو مرحب الانترفيس لا يهزم الانترفيس ليس بالتغيير لديها ب إلى بطلقة المنزلة لنجد بدقة مختلفة ب إلى بطلقة المغادرة ولكن الانترفيس يفضل الانترفيس موجود اون كان يمكن أن يكون الانترفيسي مختلفة على بطلقة الملجلة وإذا تحدثنا عن الانترفيس المختلفة باللقات المحتملة الفروق. الفروق هي اه بعض الانترفيسز اللي احنا زينا مثلا ان اليو اس بي عددهم اكبر وكده وده اتكلمنا عليه قبل كده. انما اللي زيادة هنا ان عدد الجي بي اي اوز زاد بدل ما كان الهيدر ستة عشرين بين بقى الهيدر اربعين بين. واختفى بعض الانترفيسز اللي كانت موجودة وان احنا كنا نفروض نوصلها على وايرز او هيدرز او حاجة دي اختفت ويفضل بس هو ده الوحيد اللي موجود. تمام يبقى الكلمتين دول لما بنقول نال. راسبري باي ممكن turning على مع الانترفيسزز مجموعة من الانتفيةزز. المجموعة الاولينية ان هيا حاجات وصلة على منكترز واده اbeans با اكتذه او ا استهيا mint is peace be audio video hdmi power ali is è d i o ات الحصول المجموعة التانية اللي هي وصلة على هادرز وده الجي بي ا او هادر 26PIN في البي و40PIN في البي بلاس وCSI في كاميرا وDSI في ديس بلاي المجموعة الثالثة هي Unconnected Signal Header ودول محتاجين لتصميم مع ويرد أو هادر خارجية وقلنا اهم واحدة فيهم تهمنا اللي هي بتاعت الرسات سيجنال اللي احنا ممكن ان نوصلها على سويتش عشان نعمل الرسات للمبور من ضمن الانترفيس ديات اهم واحد زي ما قلنا برضو وهو مين هو ال GPIO Header وهو ده اللي هنكمل به كلامنا في المخاضرة وده وده برضو اللي هنشتغل به خلال المخاضرات الجاي ان شاء الله تعال نتكلب على ال GPIO Header وبردو هنبتدي بالRaspri Pi Model B هنلاقي انه هم GPIO Header بتاعي اللي هو ده وهو 26PIN وهنلاقي ترقيمهم دايما بيبتدي pin 1 اللي هو الركن هذا وده بعد كده pin 2 اللي هو 3 4 يبقى هو ده 1 2 3 4 لغاية ما نصل 25 26 وده 26 ويمكن بقى مكتوبة واضحة على البوردة مكتوبة هنا هم P1 لكي نبقى معلمين بداية الانترفيس السيجنالز الموجودة على الانترفيس ده ببقى مجموعة من السيجنالز اللي نرى في هذا الفيجر ده ونخش على نرى كل واحدة منهم معناها ايه بس نلاقيهم بعضهم عبارة عن Power أو Ground بعضهم عبارة عن GPIO بعضهم عبارة عن لديه اثنين فونكشن ممكن يبقى GPIO وممكن يبقى UART ونرى كل واحدة منهم معناها بالنسبة لموذل B Plus سنجد كما قلنا اننا لدينا 40 pin فبدل من 26 بقى ملاحظة ان اول 26 هما هما هم بالزبط بتوع B لكي لا يوجد باكورد كومباتيبل هنجد ان انتداء من سيجنال واحد الى سيجنال 26 هي نفس بالزبط التنظيمة بتاعت من ويزيد علي من 27 لغاية 40 لذي سيجنالز كتير مقارنة البي بالبي بلاس هنجد ان اول 26 pin في البي بلاس هي نفسها بالزبط البي بلاس والدول بس مجموعة اضافية بحيث ان هذا يضمنني لو انا عندي البي بلاس وواصل على البي بلاس مش هحتاجة اغير اي حاجة في البي بلاس ومجرد هيشتغل على اول 26 pin كما يكون بشغال بالزبط تمامي ما زي ما نقول سنجد ان هو عبارة عن اهم انترفيس بالنسبة لنا لتحديث انترفيس على هاردوور ديفايس وسنسور واي حاجة نوصل على الراس بري باي ونجد ان بحالة البي بلاس بحالة البي بلاس بحالة البي بلاس بحالة البي بلاس من غير اي تغيير في الواحد خلاص كده اقول لنا حاجة عامة ما نخش في التفاصيل هنكلم على السيجنلز المختلفة الموجودة على البي باي او هادر هنشوف كل نوع الواحدة اول مجموعة من البي بلاس على البي باي او هادر وده عادة لتوصل عن طريق المايكرو يو اس بي انترفيس اللي هو موجود في البورده فدعب يوصله ده عادة على باور سابلاي خمسة بولت بس هنلاقي ان احنا بردو ممكن نوصل الباور لراس بري باي غير اللي نوصلها من المايكرو يو اس بي ممكن مرضى نوصلها من على جي بي او هادر نتيجة ان فيه بن في الجي بي او هادر هو مسؤول عن الخمسة بولت فده ما انتو شايفين هنا هوا البن نمرة اثنين في الراس بري باي هو عبارة عن خمسة بولت وممكن نستخدم الخمسة بولت دي في حاجة من اثنين اما ان انا بدل ما اوصل باور هنا هوصل باور عن طريق البن ده فيبقى انا باور الراس بري باي عن طريق الجي بي او هادر وده ساعد بس نتيجة ايه نتيجة انه موصل الراس بري باي بوردة تانية والبوردة التانية دي فيها باور سبلاي ففي الحالة دي بلهاش معنى طبعا ان انا يبقى عندي باور سبلاي للراس بري باي و باور سبلاي للبوردة التانية فانا استحال ديت الباور سبلاي التاني ده بيغزي البوردة الاضافية وفي نفس الوقت عن طريق الجي بي اي او بيباور ايه فده اول اوشن الاوشن التاني ان الراس بري باي انا بقى وصلها على الباور وبعدين هي بتغزي بوردة تانية وصلة عليها يعني لو بوردة تانية لا تحتاجش باورة عالية فممكن الراس بري باي هي لتبريد باور للبوردة التانية فده ما بنقول اهو ان وجود الى خمسة فولت ووجودين على الجي بي اي او ده بيمكنني من ان الباي ممكن اعمل لها باورينج من بوردة تانية ركبة عليها او ان انا ممكن استخدمها عن طريق ان الراس باي هي لبوردة تانية وطبعا لازم نضمن لما يكون الباي هي لبوردة تانية نكشور ان البوردة التانية دي بسحبش باور عالية قوي انها توورلود الراس بري باي وادي ا dialect لي موضوع ذا ف AMP برودة تانية انتهى ثم تاخد البورد اعلان تساعد منها تاخد البورد بتاعها من الراس بري باي عن طريق الراس بري باي حيث طبعا ما انتهينا ان نتخلق بالنا انها ما تحتاج بشيك على الهدر سيفيك ممكن نستخدمها لشيك نستخدم ايضا وكي نستخدم نتخلق نكسيك وخشيك ايضا لشيك تحتاج بشيك الهدر باي الي واحدها تحتاج بشيك سبعمائة ميلي امبير فلو انت باور سبلاي بتاعك مثلا واحد امبير يبقى انت عارف اللي فاضل زيادة حوالي 200-300 ميلي امبير هما دول اللي ممكن تغذي بهم حاجة تانية لو انت باور سبلاي بداعك كبير 2 امبير او اكتر يبقى انت ممكن سهياة هتوصل البوردة بتسحب باور اكتر شوان ده بالنسبة ليه البنز اللي على ال جي بي او هيدر المخصوصة بالخمسة غولد هلاي ان هنا محتاجين انتكلم في موضوع مهم جدا بالنسبة لراسبري باي واي حد عايز يشتغل عليها في ناس تيرا بتطلقبط النتيجة انها تسمع ان الراسبري باي بجات باور بخمسة فولت تفتكر ان معنى كده ان السيجنلز بتاعتي ال جي بي او واي حاجة بانترفيس معها بتبقى بردو خمسة فولت الحقيقة الراسبري باي بتستخدم خمسة فولت لفور باور بس كل السيجنلز بتاعتها بتبقى 3.3.0 فولت يعني لما جي او اصل الراسبري باي بديها من اي سنسور مثلا او من اي ديبايس لازم اخلي بالي ان السنسور او الديبايس ده بيبروفايت 3.0 فولت لمش ludzi خمسة السيجنلز هذه الفور بس عشان مايكروباي باس بيمها او بتخدها من GPI open او بي انها نمرة اتنين انما غير كدا بكله 3.3.2 فولت يبقى ده مهم جدا ان انا عمري موصل الراسبري باي اي سيجنل فيها على دايرة شغالة بخمسة فولت ودي مشكلة لأن الناس كثيرة جدا متعودة على الشغل على الخمسة فولت نتيجة أن في دوير مثلا للأردوينو مثلا شغالة خمسة فولت فهو بيوموصل شغال بحاجة بالأردوينو وبعدين يجي حاب يجربها على الراس بري باي يوموصلها تومل إيه دا يتسبب أنها تدامج الراس بري باي البنز بتوع الراس بري باي مع لهم شي أوفر فولتش بورتكشن وبالتالي توصيلهم بخمسة فولت ممكن يدامجهم بسهولة جدا طيب ما لنعمل إيه لو أنا عندي شيئا شغالة على خمسة فولت لاجيك يعني مثلا كنتم شغالة على اردوينو ولا حاجة وعيدة أبجريد بدل ما شغالها على اردوينو وعيدة شغالها على الراس بري باي أعمل إيه والله إنه الدايرة بتاعت دي عبارة عن الراس بري باي هي بتغذي الدايرة دي يعني الراس بري باي هتبقى اوبوت بس والدايرة بتاعت دي ما بتديش اي امبوت لسيجنل للراس بري باي ساعتها في بعض الحالات أو في حالات كتيرة ببقى 3 أو 3 من 10 اللي طلع من الراس باي كفاية إنها تشغل الدايرة اللي انت موصل يعني بمعنى أصحى إيه لو انت مثلا بتستخدم الراس بري باي عشان تكونترول شوية لادز أو 7 سيجمنت أو ان انا بقى كنترول مثلا سيركيت كنترولر بتاع موتور أو حاجة زي كده ساعتها الاوبوت اللي هو 3 أو 3 من 10 بتاع الباي غالبا بيبقى انه هو يراني الدايرة اللي هي انت موصلها عليه فديه لحد كبير مش هتبقى مشكلة بقى حاجة اسمها اللي هو بيرفع السيجنل من 3 أو 3 من 10 إلى 5 بحيث ان الباي تطلع 3 أو 3 من 10 والشيفتر ده يحولها إلى 5 يغذي بها الدايرة اللي هي وصلة معنا فده ايه اول لو انا عندي ايه اوبوت من الباي داخل للدايرة انما لو الدايرة بتبروفايد انبوت للباي يبقى تاعتها ما فيش حل بقى ما ينفعش ان انا وصلها لان ايه المدايرة تطلع 5 فولت على السيجنل بتاعت الباي دوي لدامج الباي الحل ان انا اللي يجب اوصل هو اللوجيك شيفتر الذي ينزل 5 فولت إلى 3 أو 3 من 10 بحيث ان الباي تتشغل على هذا الباي فانا امركز اوي في الكلام في الموضوع ده علشان خاطر ان احنا لاني ده من اسباب رئيسية اللي الناس بتدامج بها البردات بتاعتها وعلشان الباي كل السيجنل بتاعتها 3 أو 3 من 10 فولت عندها برضو بن 3 أو 3 من 10 فولت علشان نستخدمه كرفرنس لما نيجي نوصل دواير فيها محتاجة 3 أو 3 من 10 فولت فاللي ما نشوف فينا هون ده الجي بي اي او وهنلاقي ايه ان احنا بن مرة واحد والبن مرة 17 ايه عبارة عن 3 أو 3 من 10 فولت دول مش زي الخمسة احنا اتكلمنا قبل كده على الخمسة فولت وقلنا ايه وقلنا ان انا ممكن اتخدمهم كايمبوت ان انا باور الباي او كاوبوت ان انا باور بحاجة تانية لأ في حالتنا هنا الوضع مختلف يعني 3 و 3 من 10 دول 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 طالعين اوبوت من الباي للدواير اللي احنا بنوصلها عليها وبرده لدينا من الراعي ان ديت ما اسحبش ايه كبير من البنز دول بنقول البنز اللي هي نمرة واحد ونمرة 17 دول بي بروفايده باور 2 3.3 فولت لو احنا عارفين ان هما مش هتحبوا ممكن يوفرلود الباي وان اتفعنا ان دي is not an input signal لان 3.3 is not good enough لنها تباور الباي this is an output signal من الباي to power other circuits تماما احنا اتكلمنا عن 5 فولت و 3.3 طبعا معاهم محتاجين ground line او اللي هي الرافرنس ground وعندنا كذا مكان للground في جي بي او هيدر هلاقي كل النقطة are ground signals سبب ان هما حطين كذا واحدة ان عشان انت وانت بلابت واير الدايرة اللي انت موصلها على الباي بتنقي انسب واحدة ليك تشغل عليه فده الجراوند سيجنال اللي طالع من جي بي او هيدر يبقى نتكلمنا عن 5 فولت و 3.3 و ground يبقى ذا ما قلنا عبارة عن common ground signal اللي بتبقى وصلها ما بين الباي و ما بين other circuits وصلها على الباي يبقى نتكلم بعد كده بعد ما تكلمنا عن ground و 5 و 3 و 3 و 10 نتكلم على GPIO signals و ده طبعا غالبية هيدر هو عبارة عن GPIO signals زي ما انتم شايفين عندي كل دول عبارة عن GPIO و مترقمين زي ما انتم شايفين مثلا زي ما انتم شايفين هنا GPIO 2 3 4 17 27 22 و هكذا و انا عندي 26 pin GPIO يطلعين من و دول جي بي اي او اللي هو general purpose input output يعني احنا نتكلم على المقابلات او و هنشوف ان شاء الله في المقابلات الجاية ازاي ممكن نتكلم على حاجات تانية و هم ثاني 3.3 فولت يعني لو او او 3.3 و بعض هذه وظيفة تانية فهي GPIO انما في بعض الاحيان البنز اللي هي متعلم عليها هنا دي هلقيها لها دور تاني ممكن تعمله و ده بيبع عن طريق السوفتوير و بنوصل بعض نقدر ان بدل ما هي general input output signals بتبقى بالطبيعة خاصة او انترفيس و دولا نتكلم عليهم في محرارات جاية ان شاء الله بس اللي محتاجين نعرفه ان هما الديفولت بتاعهم ان هما جي بي اي او انما الوظيفة التانية انا محتاج ان هما يشتغلوا بهذا الدور التاني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ده لوقت لنتكلم في القضية دي نبقى نغطينا المعظم السيجنال التي في جي بي اي او هادر تكلمنا على الجراوند و الخمسة فولت و مجموعة جي بي اي او هلاقي بس ده انا فضل لي اثنين ما اتكلمتش عليهم الى اللي هو انه لها 27 والانه لها 28 عادين نشوف ما نتكلم عنهم وانهم يسميهم ID A Prom Signal ايه عبارة الى اللي اي دي او لما اتفقنا 27 و 28 الحقيقة دول سيجنال جديدة في البي بلس موضل والهدف منهم انهم يطلبوا انترفيس علشان ننابل حاجة ايه البي هات اين البي هات ده البي هات ده البي هات دي اختصار لكلمة hardware attached on top البي هات دي تبقى عبارة عن اي بور ده نوصلها على الراس بري باي على الجي بي او هادر ونركبها فوق الراس بري باي واسمها هات يعني كأنها طائية يعني على الراس بري باي ودول البي هات دول بيستخدموا كانترفيس علشان يتكلم مع البي هات ويعرف منها شوية بيانات البي هات يعني اول ما وصل البي هات يقوم البي هات تروح عن طريق البي هات تروح تكلم البي هات او البي هات اللي وصل عليها تعرف منها شوية حاجات علشان تزبط نفسها البي هات بالطريقة المناسبة للهات ده فهي عبارة عن هات وهي عبارة عن هات وذي ما اتفقنا البردات دي بيبقى عليها بحيث ان الراس بري باي ادبوت تايم بتكويري الماموري دي او بتسأل الماموري دي تقرأ منها شوية حاجات البيانات دي تاخدها عندها تعرف الهات دي عبارة عن ايه وايه متطلباتها معايدة البي هات اللي تبقى input ويهات اللي تبقى output وحاجات زي كده بحيث ان اوتوماتيكلي تبقى مع هات فتمام كده احنا اتكلمنا في اولى المحاضرة عن البيانات على البيانات وبعدين نتركزنا على جي بي اي او وبعدين مسيجنا جي بي اي او وبصينا على كل السيجنال يقوم على الهات وكل واحدة بتمثل ايه او تعبر عن ايه نشوف بعد كده عندما احب ان تقوم الراس بري باي بدايرة بتاعتي ممكن طبعا اوصل ديريكلي على الهات اوصل لمجبوعها من الواير بحيث اوصله على السيركت بتاعتي. انما عادة الناس بتستخدم حاجة اللي هي سميها الكوبلر او اللي هو الكنكتور اللي قدامنا ده. عبارة عن بيوصل على الهادر هنا. وعن بيمشي على الكنكتور ده. بحيث ان انا هنا على المثل البريد بورد بتاعتي. ايه السيجنل ستبطل علي هنا وطلع علي هنا. بحيث ان اوصل عليها من غير ما يبقى الدنيا بحيث ان انا كلها معكوك ايه وويرد وحاجات دي كده. فدية مجرد بيسميه كوبلر او بريكاوت كنكتور. الهدف منه انه يسهل الانترفيسنج على الراس بريد باي جي بي او هاد. بس برضو خلي بالي وانه بوصل الكوبلر ده ان انا وصله في ديركشن الصح. هو عادة الكنكتور ده بيبقى ليه عادلة واحدة ان هو يوصل في اتجاه واحد. بس لو ما كانش كده لازم اخلي بالي جدا ان التوصيل يبقى في اتجاه الصح بحيث ان البن نمبر وان اللي هو هنا يبقى واصل بالزبط على البن نمبر وان اللي هو اوصل هنا. فلازم نتأكد لان اي غلطة في الموضوع ده لما اتفقنا ممكن تؤدي ان انا اوصل على البن غلط. وده ممكن ديما يقولنا ممكن يدامج الباي جدا. فلازم نخلي بالي من الموضوع ده. الحاجات التانية اللي نخلي بالي منها ان ديما قلنا برضو انه مينفعش توصل او تفصل اي حاجة في الهاردوير والباي وصله بالباور. يبقى لازم الباي لما اعمل اي كونكشن او لاي حاجة لازم اوصلها الاول والباي مطفية وبعدين اخر حاجة او موصل للباور. لو ايز اعدل حاجة في التوصيلات بتاعتي يبقى يبقى باشاة الفاور والباور. فهنا اعمل البراب مطفية. وبعدين اوصل البراب مطفية. وبرضو لازم ارجع على الريحة كويس بحيث ان انا اتبا لانا مش عامل حاجة غلط. طب عاديدين نشوف قبل ان نتكلم في التفاصيل الاندرفيسنج. عاديدين نشوف مع بعض ايال الحاجات التي بنا نجد بالنا منها. عشان لو عارفين انها لو عملناها ممكن ندامج الباي. اول حاجة نجد بالنا منها هي كما قلنا في أول محاضرة كيف نمسك راسبري باي كيف نمسك راسبري باي عندما نمسك راسبري باي أخلي بالي من الجسم الإنسان ممكن تدامج راسبري باي من غير ما نوصلها بالباور وعشان كده دائما نمسكها نمسكها من الحرف نمسك إدنا على الشيب فهذا أول حاجة الحاجة الثانية نمسك راسبري باي لأن نحن عارفين نمسك راسبري باي ونحن نمسك راسبري باي وممكن يحدث أي مشكلة لو وصلتها على اخلي بالي ان انا لما اجيب اوصل اي حاجة على الهدر او على الكنكتورس اميك شور ان انا اوصلها وهي الهدفة اخر بعد ما راجع كل الدائرة وحاول الهدفة اول حاجة قبل ما فك اي حاجة من الدائرة فذي نمسك راسبري باي لكنني اي تغيير في التوصيلات ممكن نعمل ويأتي عالي وممكن يسبب أن التضاءام لبوردر حتى ما هو عادة على الكمبيوتر عادي نفسه السيئ. هو احتمال من السيئ انه يمكن استقرار حساس لالك. الحاجة التانية نوع من المخادرة وهي ان انا وصل سيئنل 5 فولت على الراسبراءل. لان احنا عارفين ان الراسبراءل بتشعيل على 3 من 10 فولت. التوصيل توصيل 5 فولت عليها ممكن نحرقها. الحاجة كمان الاخيرة ان انا في توصيلاتي ممكن ادمج الراس بري باي عن طريق ان انا لو وصلت اثنين على بعض يعني ايه يعني لو عندي two signals two GPIOs المفروض الاثنين يبقوا output واجه بالغلط اقوم وصلهم على بعض اللي هيحصل ان مرة واحدة انهم يطلع one واحدة انهم يطلع zero يبقى انا وصلت one على zero short circuit ممكن يدمج البي باي هيعمل ايه excessive current يدامج البي باي اخلي بالي من توصيلاتي ان انا ما مرقاش موثل اي signal غضب وبرده طبعا توصيل اي output من GPIO اوصله ديركلي على ground او ديركلي على vcc signal ده طبعا برده ممكن يدمج لان ال output المفروض يبقى وصل على حاجة input ما بتطلعش هي output هي انما لو وصلتوا ديركلي على ground وبعدين ال output يحاول يطلع one يبقى عندي راتي one وصل على ground سيبقى ايه حاجة او العكس لو وصلتها ديركلي على ثلاثة وثلاثة من عشرة فولت برضو ده ممكن يعمل current زيادة يدامج البي باي مجموعة من الحاجات لازم نرعيها واحنا شغالين في الاول ما خلي بالنا زيادة ونبقى حارسين زيادة مع مرور الوقت بيبقى تعودنا على ال precautions ونغلطش فيها خلاص احنا كده اغطينا مقدمة في ال connectors اللي على ال raspberry pi اللي هنستخدمها في ال interfacing خلال المحاضرات الجاية قبل ما نخش على ال interfacing عايزين نخش شوية نتكلم على مجموعة من ال basic concepts for electronics يعني المجموعة ال basic concepts دي ممكن اللي هكون لبعضكم المواضيع بسيطة جدا اا concepts عدت عليكم بسيطة جدا بس انا شايف ان مصلحة ان احنا هنفكركم بشوية الحاجات ديت واللي ما عندهش فكرة في الموضوع ده يبقى ايه يبقى عندي شوية المعلومات دي وهي basic concepts اول حاجة نتكلم عليها يمكن كلنا عارفينها طبعا هي العلاقة ما بين current والvoltage والresistance طبعا هي ممكن اي حاجة او كلنا عارفينها انا هنا بقولها ليه بقولها لان ده استخدام المقاومات الرئيسي او resistance الرئيسي في اي دائرة الدوار بتاعتي بستخدمها عشان تعمل current limiting resistance بمعنى ان اختياري لان احطي resistance في اي دائرة او اختياري القيمة في الدائرة دي بتبقى دائما جاية من اين بتبقى جاية من انا عارف الvoltage يبقى قدي ايه وعارف اقصى current ممكن ان يستحمله السيجنال بتاعتي قدي ايه يبقى محاطط resistance تضمن ان current بتاعي يبقى اقل من maximum current يعني في safe region يبقى انا مثلا لو عندي جي بي اي او طالع من الراس بري باي وانا عارف ان جي بي اي او ده هيبقى مثلا عايزة وصله على مثلا وليكن اي حاجة وبعد كده اشوف resistance ذات الحاجة دي واعرف انا الفولت هنا طالع ثلاثة وثلاثة من الراس بري باي ايه يبقى مثلا باقول ان احنا بنستخدم resistance في الايه ترونيك سيركيوت بتاعتنا كاول استخدام عشان المتغلقة الكرانت اللي بي يمشي في السيركيوت وهنلاقي ان احنا دائما محتاجين ان نحط دائما محتاجين ان نضع في بعض الدوائر بتاعي نضع resistance ونحسب قيمتها علشان اطمن ان التيارة اللي ماشي او current اللي ماشي اقل من المكسيمم current اللي بتقدر تطلعه او ان فهذا فإن هذا مباشر كالترابي فإن داخل تقوم بإطلاق هذه الهواتف فإن الراس بريد بايا فإن أقصى حاجة تطلعها من أي جي بي اي او هو 50 ميلي أمبير دائما رائعي عندما اقصى الهواتف فإن أقصى 50 ميلي لا تبقى على الحركة ويضبط الهواتف لتحقيقها فإن هذا أول مباشر لها في المنطقة التعرض لها غير الريزيستنس سوف نتحدث عن اللادز اللادز يتعاملون معه هو عبارة عن نوع من الديود عندما يمر فيه الريزيستنس سوف يكون شكله وعندما تبص داخل الحتة تجد أن تجد حاجة كبيرة الكبيرة نسميها الكاثوت والصغيرة هنا تبقى اسمها الانود وهو عبارة عن نوع من الديود وبالتالي الطيار يعد في الاتجاه يستخدمه لما يستخدم فهو ينور لها سينور لو يصل على جي بي اي او سينور سينور ثلاثة وثلاثة 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 يجب أن يعد الهواء في اتجاه واحد وكما قلنا قبل ذلك عندما يوصله على GPIO يجب أن يوصله على مقاومة لكي أضمن أن الهواء يكون في حدود معينة وهي 50 ميلي أمبير الذي يستحب الهواء الثاني الذي أحب أن أعرفه عندما يوصله على مقاومة يجب أن يشيل فولت حوالي 0.4 فولت وبالتالي لو وصلته على 3.3 فولت يجب أن يفضل لي 2.9 فولت يجب أن يضمن القرن في الحدود المقبولة يجب أن يضمن القرن في الحدود المقبولة يجب أن يدعي دعية للتوصيل GPIO على لت مثل ما تشاهد فيه هنا يحضر مقاومة 330 أوم وهذا تقريبا بيضمن أن القرن يكون حوالي 10 ميلي أمبير يعني يتيجي دعية 3.3 فولت وهي 330 أوم فالقرن يكون حوالي 10 ميلي أمبير كفايا أن ينور الديود وفي نفس الوقت أنا لم أحمل GPIO طبعا كيف سأوصل التوصيلة طبعا أكيد دعية مجرد الرسمة أكيد طبعا أنا من أموصلها كيف سيكون حاجات طايرة كده في الهواء نستخدم كلنا البريد بورد البريد بورد يعني أكيد جزء كبير منكم وتعامل معها هي عبارة عن حاجة دي اللي أنا شايفينها هكده بيبقى فيها عبارة عن مجموعة من النقط النقط دي بعضها وصل ببعضه شكلها من جوا بيبقى يبقى أنا عندي نقط دي كلها وصلة ببعض كله خط من دول وصل ببعضه زي ما أنت شايفين وبعد كده اللي بالطول هنا الخط ده كله وصل ببعضه والخط الثاني ده وصل لبعضه عادة بنستخدم مثلا البوصلف ده وصل عليه مثلا الخمسة فولت بتاعتي والأذرق ده بوصله على الجراوند مثلا طبعا ده مجرد تعاود أو اقتراح تستطيع توصله زي ما أنت عايز إنما مثلا تستطيع توصل أي حاجة تستطيع توصلين على بعض تماما لو كنت دايرة اللي قبل كده وحطبت حطها على البريز بورد هتبقى عاملة حاجة كده فدائما أنتوا شايفين أهو إن أنا موصل الجي بي اي او اللي هو نمرة 25 ده وصل على الواير ده والواير ده وصل بالمقاومة والمقاومة وصلة باللد وصل على الواير ده وصل على الواير ده وصل على اللي هو وصل مع الجراوند سيجنال بتاع الجي بي اي او هادر فده كده أنا وصلت الدائرة البسيطة اللي هي مقاومة واللد وخضر ده بالنسبة لده وصلة اللاد إنما لو حبيتها وصل مجموعة من اللاد ح viktiga كل واحدة هي الاب Lewin وفي هادر معين كل واحدة بدلا cuestناء كل واحدة pictures على هادر كل واحدة ينبق مبخف باقرب مقاومة الملد المسترجع المروح المصار ده يمثل نوع المين انا وصلت مجموعة من الادز على جديد جي بي اي اوز وبعد ذلك نتحدث عن جديد جي بي اي اوز طبعا هنا قد نتحدث عن جديد جي بي اوز وبعد ذلك نتحدث عن جديد جي بي اوز اي واحد جديد جي بي اوز جديد جي بي اوز حاجة تانية بسيطة لأستخدامها كثيرا عشان جديد جي بي اوز وهو 7 Segment Display وهو 7 Segment Display وهو 7 Segment وهو 7 Segment عبارة عن 7 خطوط 1 2 3 4 5 6 7 كل واحد ياخد اسم له حرف هم في الحقيقة 7 خطوط هم عبارة عن 7 لد لكن متنظمين بشكل الشكل الثمانية فهي داخليا الدايرة تبقى عاملة كثيرا اما تبقى حاجة اسمها Common Cathode او Common Anode لو كلمنا عن Common Cathode وهي مشهورة اكتر هنلاقي ان انا بوصل جي بي اوز بتاعتها لغاية جي وصلة هنا بس طبعا عن طريق resistance وبعد كده هو اللي بيحصل بوصل كل الكاثودز وصلين مع بعض على واير واحد وعند اوصل ده مسلا ايه على الكرام يبقى ساعتها يخلي بالنا ان جي بي اوز هتتحكم مين اللد اللي ينور ومين اللد اللي يطفي وبالتالي هتطلع لي ايه الرقم اللي انا عايزه الرقم اللي انا عايزه الحاجة الثانية ان انا بيبقى عندي لد زيادة اللي هو ده وده بيبقى لي جراوند خاص بي او كاثود بتاع بيقى لوحده فده بيبقى لي محتاج اثنين يبقى انت قدامك اهو الدايرة بتاعت ال سيجمين دي هنكتشف ان انا محتاج سبعة اللي هو من ايه لغاية جي والتامن اللي هو الكاثود بتاع اللد زياد وبعد كده عندي التسعة وعشرة لمسؤولين عن الدوت دي لو انت وصلتوا على common anode ساعتها لازم توصل ال common anode بتوصله على ثلاثة وثلاثة من العشرة وبعد كده هو توصل البقيين اللي هو من ايه لغاية جي توصله مع وفي الحالة دي لما الجي بي اي او يبقى هاي يبقى الود سيطفي لما الجي بي او يبقى لو اللد هينور ففي الحالة الاولانية اللد ينور مع هاي جي بي اي او وفي الحالة الثانية اللد ينور مع اللو جي بي اي او عادة يفضل الموديل اكتر نتيجة ان الجي بي اي او بتقدر تسينك 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 او كل واحدة بوصلها على الريزيستور ومنسي موضوع الريزيستور لانه هو اللي بيحمي الريزيستور انه يحصل على الريزيستور او اتكلمت على توصيلات بسيطة جدا للجي بي اي او لكن تلاحظوا ان كل التوصيلات كانت معتبر ان الريزيستور او الريزيستور او او المجموعة من سينك او برمج الريزيستور او موضوع ان او الريزيستور او او الريزيستور او او عندما يصل الواصل من هذا الواصل فتيتج محلاق وصلته على ال Cadre ويجب أن يدخلك الهواء JPEO يعمل كام ويعمل صوته ويجب انتفع الواصل كيف يتضع يبيح في السلطة سيحصل فتيتج أنه لا يوجد شيء معلّق وانه يأتي بسم uno أو زير لكن فهي يجب أن نغير هذا الواصل يبدو أنه يجب أن نبرمج الـ GPIO من الـ Pin إذا كان الـ Switch is pressed الـ GPIO يجب أن يصل إلى 0 ونسبة لأنه يصل إلى الـ Ground إذا كان الـ Switch is left open الـ Pin أو الـ GPIO Pin وليس معروف أنه يصل إلى 0 أو 1 يجب أن يكون الحل أنه يحتاج أنه يصل إلى مستقبل على مستقبل Pull-Up Resistor موضوع الـ Pull-Up Resistor هذا مهم جدا وهو عبارة عن إيه؟ هو عبارة أنه يصل إلى الـ High أو على 3.3.10V عن طريق مقام لماذا؟ هذا معناه هذا معناه هذا معناه لو الـ Switch هذا مفتوح وإن الـ Input هذا في الهواء وليس يجب أن يصل إلى مستقبل ما الذي يحدث؟ ما الذي يحدث؟ ما الذي يحدث؟ ما الذي يحدث؟ هذا معناه هذا معناه تقريبا 3.3.10V وبالتالي يكون جيبيا ويكونه High يكون اسمها Pull-Up Resistor سيسبب أن السيجنال تكون High إلا أنك تفعل بعض الأعمال أنك هتفجحها له عن طريق أنك تضغط على الـ Switch تمام؟ فهي اسمها Pull-Up Resistor هل أنا لازم يبقى الوضع كده؟ لا، أنا ممكن أغير القصة إن أنا أعمل إيه؟ إن أنا وصل أقل سيسبب مع الـ 3.3 فما ترى ما الذي يحدث؟ الآن الثلاثة من العشر هي الموصلة على الـ Switch يبقى إنه يقفل الـ Switch يبقى داخلي High إنما لو الـ Switch مفتوح الـ الـ وصل على الـ يبقى النقطة وصل وصول وثالتها سأسميه Pull-Down Resistor موضوع الـ Pull-Up Resistor والـ Pull-Down Resistor من ضمن المواضيع اللي هنستخدمها كثير جدا في الدوائر هنجد كثير جدا إن الـ Output بيبقى في اتجاه واحد والإتجاه الثاني إنه هو مفيش Output بيبقى Open Connection وفي الحالة دي لازم أوصل الـ Pull-Up Resistor لو أنا عايد أخلي السيجنال High Unless الإمبوت يقلبها Low أو Pull-Down Resistor لو أنا عايد السيجنال Low إلا لو الـ Input هو اللي خليها بس في الحقيقة إحنا في شغلنا مش هنحتاج نوصل Pull-Up Resistor ولا Pull-Down Resistor أنا بس كنت عايد أعرفكم ليه؟ لأن الـ Raspberry Pi فيها داخليا على كل pin فيها Pull-Up Resistor و Pull-Down Resistor وإنت يمكن أن تستخدمه أو تستخدمه يعني إيه؟ يعني إنت لو خليت جي بي اي او ده برمقت وإنه يبقى Input ووصل نفسك على Pull-Up Resistor وفي الحالة دية لو قلت له وصل نفسك على Pull-Up Resistor يبقى أنا مش محتاج الـ Resistance دي وأعمل إيه؟ وأخلي دي وصلها على Ground ويبقى أنا لو الـ Switch مفتوح الـ Pull-Up Resistor الداخلي هيخليها High الـ Switch مقفول بقت Low ولعكس صحيح لو وصلت على Pull-Down يبقى لو الـ Switch مقفول يبقى High لو الـ Switch مفتوح يبقى Low لو عايزين نتخيل Pull-Up Resistor أو Pull-Down Resistor يبقى فكروا في الشكل ده شايفين التول ديت عبارة عن التول في الجيم ديت عبارة عن إن أنا عامل إيه؟ الوزن ده أفكروا فيه هو ده الـ Resistor ده بيعمل إيه؟ في التول بيطلحها الفوق صح؟ عبارة عن إيه؟ التول ده اللي هو الـ Resistance بتعمل Pull-Up للبار ده يبقى أنا في حالتي ديت هي الراجل أو عضلات الراجل من حقها تعمل إيه؟ لو هي مش موجودة فالـ Signal هاي لو هي موجودة يبقى لازم يبقى ممكن ننزلها للـ Signal تبقى إيه؟ تبقى Low يبقى أنا وجود الـ Weight ده عمل Pull-Up للـ Signal أو عمل Pull-Up للبار إلا لو الـ User تبقى Low والعكس الصحيح لو أنا عايز أعمل Pull-Down يبقى الـ Weight ده في حالتي هنا ها هو عبارة عن بيخليه للبار ده بتاعي ده Low لازم الـ User أو لازم الـ Input Signal عايزة تخليها High يبقى تبذل مجهودة إنها إيه؟ ترفحها الفوق يبقى الـ Weight بيمثل إيه؟ وإن هو بيـ Pull-Down إلا لوليود العادي يكون ديني استخدام ثاني للـ Resistor احنا ή혀 نتكلمنا عن الـ Resistor استخدامها المنزل أيضا واحدات احنا ليس محتاجين لcherدة في الدوائر نتيجة أن الـ Raspberry Pi داخل المنزل ãos و ي farewell و spin كل المطلوب منه كان يدعم له البروغرامج خلاص احنا كده اتكلمنا شوية عن الاوبوت واتكلمنا عن الوصل على الادز او 7 سيجمينت اتكلمنا شوية عن الامبوت ووصل على الاسويتش واتكلمنا عن البروغرامج دعالوا نشوف نوصلهم الاثنين مع بعض فانا هنا مثلا عندي راسبري باي وخدت واحد من الجي بي اي او وصلت مع الريزيستنس على الادز وخدت الجي بي اي او تاني عملت له البروغرامج ووصلته على الاسويتش ووصلته على الادز او وخدت له خارجيا وخدت له البروغرامج يبقى في الحالة انت مفروض وانت بتبروغرامج الجي بي او ده مش محتاج انك تجعله شغل الانترنال بول او لان انا عمل اكست واحد اي اي اكسترن وتوصيلة بتاعت الكلام ده على البروغرامج برضو بقى مفروض انكم يكونوا تعودتوا عليها هتلاقي الواير وصله على الواير ده يبقى خط ده كله ويبقى خط ده وصل على الواير ده وصل على الاد ووصل على مقاومة ده بتاعي وبعدين انا جاي موصل برضو ده على الجراوند طيب الخط ده كله جراوند وبعدين موصل هنا 3.3 فولت موصلهم هنا على السويتش والسويتش اهو تواصل اهو ووصل على مقاومة على الجراوند يعني لو فكرتوا فيها كده هتلاقوا ان الدايرة دي هي بالزبط الدايرة اللي لسه متكلمين عليها من شوية وطبعا انت ممكن توصل اكتر من لاد او اكتر من سويتش وده دايرة فيها اهو 3 لاد و 2 سويتش ونفس القصه ومستخدم جه 5 جي بي اي او وده ال 3.3 وده الجراوند فانتو ممكن بقى تابعو التوصيل انتو بقى ايه وتراجوا عليها تمام يبقى انا كده جردتكلمنا عن توصيلات بسيطة جدا اللي هي مجرد توصيل مع لاد او مع سويتش نرى لو انا عايز اتعامل مع حاجة مش محتاجة 3.3 فولت يعني حاجة مش محتاجة 10 فولت او 9 فولت او اكتر او حاجة تانية محتاجة محتاجة اكتر من 50 ميلي امبير اللي ممكن يطلع من جي بي اي اوبين ايه الحال؟ هلاقي ان انا عشان اهندل بيجر لود لازم اخلي في الماغي ان جي بي اي اوبين اقصى حاجة بتطلع 50 ميلي امبير يبقى دي مناسبة اللي اتوصل على حاجة بسيطة زي لاد بس طبعا مش مناسبة ان اوصل على لود كبير بيسحب كارن كتير زي موتور او برضو مش مناسبة ان انا اوصل على حاجة بحتاجة توصل على فولت اعلى من 3.3 فولت يعني مثلا الموتور ممكن يكون عايد مثلا 12 فولت عشان ترانوت او 9 فولت عشان ترانوت يبقى انا محتاج ان انا اعمل حاجة ان انا استخدم الباي انها مجرد تستخدم كلاشيك انها تقرر ياس او نو انما الريل كارنت والريل فولت جاي من باور سبلاي تاني خاني خاني وفي الحالة دي انا محتاج استخدم ترانزيستور تعال نشوف دور الترانزيستور في الموضوع ده ايه لانك هنحتاجه في حالات كتيرة برضو هلان الترانزيستور ده ليه استخدامات كتيرة ومود كتيرة احنا في حالاتنا انترستد بس فيه مود ان الترانزيستور نستخدمه كسويتش يعني ايه يعني مسؤول انه هو ييترنت اون ييترنت اوف والترانزيستور مسؤول انه هو كان هندل بقى الهاي كارنت او الهاير فولت فده شكل الترانزيستور وده نتخيل دايما اذا نستخدمه هنلاقي ان ال جي بي اي اوبين بتاعي هيبقى واصل على نقطة البيس ونقطة ما بين الامتر والكولكتور بتاع الترانزيستور تقدروا تفكروا فيها انها ايه انها سويتش يبقى انها اعمل ايه يبقى ان البيس لو هنا عندي هاي هنا السويتش ده بقى اتأخل وبالتالي النقطة دي بقى توصلة لو الامتر بتاعي يبقى ان السويتش ده مفتوح يبقى الوصول دول مش وصلين وبالتالي استخدام الترانزيستور كسويتش هينابل من ان انا اعمل اقوى من اللوز الممكن ديريكتل بي برضو ممكن تفكروا في الترانزيستور من موجة نظر الكرن يعني ايه انا ثاني انا موصل ال جي بي اي اوب بتاعي هنا طبعا ثرو رزيستنس او حاجة هتلاقي ان الهي يحصل الهي يعد بين ال جي بي اي او افتجاه ده كرنط صغير كده انما عندما يتقفل الكرنط الكبير هو مين هو اللي بيمشي بين الكرنط الكبير ده انا كباي انما انا كباي اقدر ادرايف بس لترانزيستور انه يسويتش لترانزيستور كرنط الكبير ليستخدم الهي يجب ان تشغل ان تشغل جي بي او ايه انتهت الراس بري بايب بتاعتي وده جي بي او بتاعي وده الجراوند لما انتم شايفين الترانزيستور اهو يبقى انا لو الجي بي او بطلع لوجيك وان اللي هي تارتة تارتة مع عشرة فولت اللي بيحصل ايه اللي بيحصل ان السويتش ده هيترن اون يبقى اكين لية ايه وصله على بعض يبقى دلوقتي الموتور ده عليه كام فولت الموتور ده بقى عليه اثناشر فولت يبقى الموتور يعرف يراني موتور ده بيسحب كارنت عالي مش مشكلة لان الكارنت اللي بيمشي في الموتور جاي منين بيعادة في تاريش مش Ciao وطبعاً ليس أي ترانزيستور ينفعل عندما ترى الترانزيستور هو الذي يتحمل عليه الفولت الـ 12 فولت وهو في نفس الوقت الذي يمشي فيه الـ Current العالي لازم اختياري للترانزيستور يكون مناسب لازم يكون مثلاً أنه يستحمل الـ 12 فولت يستحمل الـ Current بفلاني في مواصفات للترانزيستور التي تستعمل لذلك أنا لدي مختلفة من ترانزيستور فاختيار الترانزيستور يجب أن يكون مناسب للـ Application وكل دي مجموعة أشكال من الترانزيستور كل اللي أحب أقول لكم عليهم أنهم كلهم بيبقى ليهم ثلاثة لجز ذا ما اتفقنا اللي هي الـ Base والCollector والإميتر ستجدوا كلهم نفس القصة في بعض الحالات بيبقى ليهم اثنين لجز ومثلاً واحدة منهم هي الـ Body فالـ Body هنا مثلاً أو الكيس بتاعته هي الـ Collector والـ Base والإميتر طلعين تـ 2-Wires حاجة مثل هذه هتجدوا 2-Wires والكيس النفسها بيبقى معدن بيبقى واحدة منه الـ Wire وفي حالات الثانية بيبقى طبعاً الثلاثة لجز طلعين منه في بعض الحالات اللي هو بيسحب current عالي بيبقى طلع منه حاجة كده هوا زي هيت سينك وممكن تبدأ برضو تربط عليه هيت سينك أكبر الحاجات اللي هي بتماشي تقران صغير بتلاقيها تبقى صغيرة كده فليه different form factors وطبعاً اختياركم للـ Transistor بيبقى حسب الـ احتيابكم أو حسب الـ Application كده اتكلمنا عن الـ GPIOs كـ Input وكـ Output واتكلمنا عليها لو احنا حبينا نوصلها على لود أكبر من اللي يتحمله الـ GPIOs تعالوا نتكلم شوية عن نكبر الصورة شوية تعالوا نتكلم لما احب اوصل ابتدى اوصل بقى الـ GPIOs بـ Circus فلاقيين الـ Connections بتاعتي بين 2 devices بيبقى حاجة مثل اول نوع من الـ Connections اللي هي Point to Point Connection واللي هي مثلا الصورة اللي قدامي ديت عندي الـ Chips مثلا وصلها على الـ Signal واحدة منهم وحدة منهم وحدة منهم وهي دول بس الـ 2 دول فده اسمها Point to Point Connection وثيما بنقول في حالة Point to Point Connection أن أنا واحد من الـ Point وثاني وثاني ما يمنع أن في وقت أخر أن الـ Input وثاني يبدله مع بعض يعني أنا أريد 1-Input و1-Output ونفعش أوصل 2-Output على بعض ولكن 2-Input على بعض إنما ما يمنع أن الـ Time يسويتش وإن الـ Input وإن الـ Output لكن يجب أن يحصل نوع من الـ Synchronization وإن اللي عاديين نضمن أن في أي لحظة في واحد منهم وإن وإن منهم Output وإن يطلع يطلع يـ High يـ Low الحل الثاني وهو نسميه باس كونكشن باس كونكشن معناه أن ليس بيكلمون بعض على السجنال لا الـ Pin وصل كذا وصلين على نفس وده بشيطة متير قوي في الـ Data Bus وده من الميكرو كنترولر هلاقيه واصل على الـ وصل على الـ الميكرو كنترولر الـ الـ وإن يجب الـ الميكرو يجب الـ وميكرو الـ الميكرو يجب الميكرو يجب ميكرو الميكرو السيجنال هنا يجب الـ إختار الـ من الـ الميكرو هيعلي مستسل واحد ايضاً مستسل واحد دائماً واحد ايضاً مستسل امام مستسل Aww كما تعلم معه نقطة ايضاً سوف نفس رحلة دائماً ليس منع المستسل ايضاً تنفيذ عن مستسل ايضاً وامتدرك ان المستسل ايضاً على الاستسل ايضاً الموضوع ده محتاج شب سيلاكت سيجنل عشان اقرر انه شب تبقى سيلاكت يبقى انا لو انا واصل على باس كون ناكشن جاية الصورة دية مثلا هلاقي لازم ايه السي بيو بتاعي اهو وعندي المامري وعندي الايو ديفايس وكل واير من الواير دي مثلا من الداتا باس ده واصل على المامري وعلى الايو ديفايس وواصل على السي بيو يبقى انا محتاج ايه محتاج ان انا مثلا وليكن السي بيو عايز يقرى حاجة من المامري يبقى الشب سيلاكت عن طريق الكنترول باس هيقرر ان المامري دي تبقى ايو ديفايس دي سيبل وبالتالي انتي اوبوت فتقوم هي مطلع السيجنل والسي بيو يقرى ولا عجل صحيح لو بيكلم ايه الايو ديفايس يبقى دلوقتي علشان اقدر اشتغل على باس انا محتاج ايه محتاج ان السيجنل بتاعتي تبقى لو انا اوبوت يبقى حاجة من ثلاثة طبعا الحاجة هو اما هاي اما لو طبيعي ايه اوبوت يزال على هاي بيدلها لو بس الحالة الثالثة هي ان انا بحاجة ساموها او حاجة او حاجة وهو حاجة ايه الاو حاجة من الإنسان والشب دي سيبال يبقى انا المفروض ولا هاي ولا لو اعزل نفسي خالص عن الدايرة علشان انا سايف تانية هي اللي بتقوم بالدون ده يبقى انا لو انا كشب مساعدة المفروض بقيه هاي امبودانس والشب تانية سيبقى سيلكتل هي بقى يبقى لو مفهول ان انا كديفايس وصل على باس لديه يبقى عندي اللي هو او بسموها فيتر من ثاني عايز اعرفكم به وهو اسمه او 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 بيبقى شكله عامل داخليا يعني حاجة شبه الدائرة اللي قدامه يبقى لو دي بتاعتي او ده او بحيث ان انا مثلا ال او بطلع مثلا من ترانزيكتور كده طبعا اكيد دائرة جوه عاعد من كده ده مجرد تبسيط ليها واذي ايه السيجنال اللي هو المفروض عادي تطلعه ويبقى واصل كده في ال او بطلع دائرة لكده اسمه او بيبقى عشان ال او بطلع مش واصل على حين فزي ما انتم شايفين والله لو ال او بطلع السيجنال دي طلع او شيش هذا ال او بطلع اسمه او بطلع او بطلع اسمه الابط يبقى السيجنال اللي بقى لها في الهواء قبل كده قلنا لو اووت السيجنال بتاعته في الهواء لو انا موصله على انفوت يبقى ساعت انا محتاج ايه في الحالة دي اتكلمنا عليها من شوية انا محتاج ايه علشان يخليلي لو انا والله لو انا وصلت ده السيجنال واصل بايت جراوند انما لو سويتش مش واصل هبقى في الهواء لا مش هبقى في الهواء لان سيخليني ها يبقى نتكلم شوية عن موضوع ده نقولنا او او يبقى في حالة من اثنين اما الحالة اولانية اما لو اما يكون ايه لو لو سويتش ده وهاي امبيدنس لو سويتش ده او اووت يبقى ما انا كده انا عايد اخلي لو هو هاي امبيدنس انه يعني الامبوت يفهمه انه هو هاي وده بيحصل عن طريق ايه عن طريق انه اوصله على ويخليلي والله لو السيجنال بتاعتي لو سويتش ده فاصل يعني كيانا سيجنال ده في الهواء يبقى انا ايه يبقى انا واصل هنا يبقى انا اكني بقيت ايه بقيت واصل على ال هنا يبقى بالطريقة ده اكيد اكني هاي لو السويتش ده كان البريد الدنيه يبقى انا اوصل بالجراوند يبقى الامبوت بتاعي ده يبدأ استخدام واحدة المشهر الابددس اخر الكوينسبت عايدة اتكلم عليه في المحاضرة وهو티ة في حالات كثيرة جدا في الواجيك سيركيز بعمل مجموعة من الـ وعايز أسينكرونيز الـ الـ يبقى نحتاجين حاجة مثل الـ الـ لدائرة لكي تحصل مع بعضها يعني لكي تطلع أولا والشيب القرنية تطلع الأولى في نفس اللحظة والشيب القرنية تطلع الأولى يبقى لكي تحتاجين ونسميها الـ تقوم بعمل رزم للدائرة هذا الـ في بعض الوصفات التي نريد أن نعرفها فأول برامتر أن نعرفه عنها هي الـ الـ أو الـ حسب الـ الـ طبعا تحدد لي كم تحصل في الثانية أو كم تريجر يحدث في الثانية ومعناها كم أكشن يحدث في الثانية وبالتالي تحدد لي سرعة الـ الحاجة الثانية هي التريجر الذي يؤدي إلى الأكشن يحدث في بعض الأحيان يبقى عند الـ يعني وخلوق طلع الفوق وفي بعض الأحيان يبقى عند الـ أو أحيان مكان من المسطح سيعتبر ماذا أحيان وسيعتبر تتحدث الأكشن أو 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 ما يعني فترة الهي قد فترة الهي قد فترة الهي ففي معظم الأحيان في الوقت بتبقى 50% في بعض الأحيان في بعض الأحيان التريجر بيبقى حالات تانية بيبقى وفي حالات تانية وهنتعرض لها في بعض المحاضرات اللي جاية بيبقى عندي 2 إفنس انا عايز اضمن ان هما بيحصلوش مع بعض يعني عندي 2 إفنس مثلا واحد بيكتب حاجة واحد تاني بيقرأ حاجة وعايز اضمن ان الترتيب ما بينهم ففي الحالة دي بخلي واحد منهم يحصل عند وخلي التانية يحصل عند فالتانية فيبقى كده اضمنت ان مش يبقى فيه ما بين 2 إفنس فده برده ممكن استخدام وقلنا برده ان الوقت بتحدد الدايرة بتاعتي وهو فاست اي كان ترانسميت دايتا هو فاست اي كان اكسيكيوتي ونرى بعد كيف المحروض الجاية ان احنا محتاجين الوقت مهمة جدا عندما يكون كومنيكيات ما بين اي 2 إفنس او اي 2 إفنس بحيث ان هم يقدروا ينظموا تبادل المعلومات ما بينهم مش كل واحد فيهم بيران على الرتم الخاص بيه لديه رتم ثابت لكل السرطة محاضرة النهاردة كانت مقدمة او تحضير الهاردوور انترفيسنج اللي هنعمله في المحاضرات الجاية وعلشان كده هي غطت موضعين رئيسيين الموضوع الاولاني كان الـ Different Interfaces اللي موجودة على الراس بري باي مع تركيز على الـ GPIO هادر اللي هنستخدمه في معظم الهاردوور انترفيسنج اللي هنعمله في المحاضرات الجاية بإذن الله اتكلمنا عن الـ Different Signals او Pins اللي موجودة في الـ GPIO هادر وكل وظيفة كل مجموعة منه بعد كده النص التاني من المحاضرة اتكلمنا عن مجموعة من المبادئ الرئيسية في Electronic Circus حاجات بسيطة يمكن الناس كثير مننا يعرفوا الحاجات دي تقرراتي ولكن حبينا ان احنا نستبلش common ground بنا وبين بعض بحيث ان احنا لما نجي نتكلم في الـ Interfacing في المحاضرات الجاية يبقى الحاجات الاساسية ديت مفروغ منها ومتفقين عليها ارجو تكون محاضرة النهاردة واضحة ومفيدة ويريت لو فيها اي اسئلة تحطوها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر